كان الشيخنا رحمه الله في الدرس يقول إذا كنت أتكلم في فوائد التفسير لا يقطع علي أحد وإذا كنت أتكلم في مسائل التوحيد شرح مسائل التوحيد كتاب التوحيد لا يقطع علي أحد لماذا لا يقطع علي أحد يقول أتذكر بعض الفوائد التي مرت علي منذ عقود يعني منذ ثلاثين أو أربعين سنة ويتذكرها في الدرس رحمه الله بعض الفوائد أثناء الشرح فإذا قطع علي رحمه الله ربما تذهب المعلومة رحمة الله عليه وعننا وعن الإسلام ونسلمنا خيرا